بما يكن تبتكلم على تايمليمت اللي عودنا عليه الرئيس فخلونا ننتقل إلى الخبر البارز وشديد الأهمية النهاردة الرئيس أو فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيستقبل نظير الروماني كلاوس يوهانس طاولة المباحثات زي ما كنا بنتكلم أنا وزميلاتي العزيزات شملت عدة ملفات الأول هو العلاقات الثنائية ما بين البلدين مصر رومانيا تطوير التعاون الفني والسياحي والتجاري والاستثماري وحط ما بين قوسين الصناعي تحتها عشر تلاف خط وبالمناسبة الصناعة في رومانيا صناعة مهمة جدا 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 عشان حضرتك تبقى عارف وبالذات الصناعات الثقيلة في رومانيا مهمة أوي خالص والزراعي والأمني ما بين البلدين ومن خلال عقد الجولة الرابعة لللجنة المشتركة ما بين مصر ورومانيا اتنين على طاولة المباحثات التعاون في مجال الطاقة من خلال سعي مصر علشان تبقى مركز إقليمي لتداول الطاقة في شرق المتوسط ده واحد وكذلك رومانيا تصبح المركز الإقليمي للطاقة في منطقة البلقان وشرق أوروبا هرجعك على اللقاء اللي كان ما بين رئيس جمهوريتنا وما بين اليونانيين حلو مع رئيس اليوناني إيه اللي حصل الرئيس قال نصا لأن الجملة دي رنت في دماغي سبتت وما خرجتش والله العظيم أنا بتكلم بمنتهى الأمانة سبتت وما خرجتش لتصدير الطاقة إلى شرق البلقان وربما وسط أوروبا ده نص كلمة الرئيس النص حلو قوي يبقى احنا عايزين إيه احنا عايزين إنه مصر تصدر الكهرباء والغاز لحد شرق البلقان وإيه وربما وإن شاء الله وسط أوروبا طيب يبقى لازم نستثمر علاقتنا مع منطقة البلقان ومع الأوروبيين طيب يبقى لما نيجي نعود النهاردة مصر ورومانيا احنا بنعمل تفعيل لهذه العلاقات اللي زي ما بقولك وعمرها تقريبا 115 سنة 150 سنة لم تنقطع العلاقة بالمناسبة حلو ولكن فيه فرق ما بين لم تنقطع العلاقة ومش هقول فيه فتور ولا حاجة خالص ما كانش فيه فتور لكن لم تنقطع العلاقة وإنه العلاقة تتطور إلى شكل متميز وفاعل وده اللي بيحصل النهاردة